اشتركوا في القناة هيدا شوي في دايما منحس انه لبنان اللي على مر العصور من احتلالات الى احتلالات الى يمكن صار اجا الوقت انه فعلا نقول انه نحن شعب حر ومستقل وقراراتنا بايدنا بس خلينا بداية نحكي عن جوصلين خويرة تحية لروحها بذكرة السنة لغيابة المنادي لجوصلين اللي كانت عن جد ايقونة لكتير صبايا وبعدنا بالمرحلة الاخيرة لمن كانت مع الكرمليات هالنقلة هالتنقية للذات متما بيقولوا اللي وصلتها بالاخر لمرحلة كتير حلوة حضرتك على علاقة جيدة جدا بجوصلين خبرنا شوي هيك اخر مرحلة قبل ما توافت كيف كانت اول شي بدي اقلك انه جوصلين مش بس ايقونة الصبايا ايقونة المقاومة اللبنانية وهي كانت اكتر من انه مسؤولة عن نظاميات جوصلين كانت اكتر هي ازا بديك رمز لكل المقاتلين وكل المقاومين وكان وجوده بين المقاتلين للشباب والبنات كان له رمزيته وكان له هيك هالحضور طبعا كان مميز وانا هون بس بدي اذكر هيك بشغلي صغيري مرة صار فيه هيك اشتباك بينه وبينه لجوصلين بالزمانات وكان بديها انا تركي برنامج لنظاميات بشكل معين وهي كان شافته بغير شكل بقى انطلاقة من هوني صار فيه وقتا هيك صوتة فيهم بينه وبينه لجوصلين وفيما بعد اكتشفت انه كان معها حق هايدي ما في شك فيها تبين بعدين يعني انه عن جد قديشة نظامية على يرحمها يعني قديش بتعرف حت برنامج يمشي صح يعني واكتر من هيك يعني خلقت جو من الروحانية بقلب القوات الولانية يلي هي بتعرفك يعني المقاتل والمقاوم بيكون عايش بجو في كتير تنسيون في كتير تشنج وعم بيقوس وعم بيقتل وعم بيدافع وعكذا وهيدي مش مابادو يمكن ومش حياتو مش طبيعتو مش ما اول شي ما اجا كرميلها شي بطاة يعني واجا بالصدفة لان جبر يروح يقاتل لان لو ما كان في عنا انه كان الناس فلسطين بيكبونا على البحر او كان سوريا بده تضم لبنان لسوريا ما كان عنا مشكل بطاة بهالموضوع يعني اذا هي هون مع جو سيصر فيها المشكلة هايدي ويلي بعدين اكتشفت انه كان مع حق واكتر من هيك بعدين رحنا وانشأنا المرشدية الروحية بالقوات البنية بال84 واطلقناها بتسعة عشر نيسان ال84 وكانت هي وراها يعني وقتها خلقنا هالمرشد يعني مرشد روحي لكل سكنة وكل سلاح وفيما بعد انا طلبت وقتها من الشعب الخمسة تينعمل رمز لهالمرشدية الروحية هايدي او شعار ويلي كان هو الصليب لصليب المقاومة يلي للأسف صار فيه هيك تشويه لاله وصار فيه استعماله يمكن بمكان مش محله اذا توجت اذا بدك على العلاقة طبعا جوستين وصلنا الى انشأنا هالمرشدية الروحية بالقوات البنية يلي صارت هي مؤسسة سابتة بقلب القوات وهيدي كانت اكيد جوستين الى الفضل فيها وراها طبعا حتى رح ابدأ من جملة قالتها كمينا جوستين حتى نفوت على موضوع الكتاب بتقول جوستين انه تنقية الزاكرة ليست ضعف ما فينا نروح نلاقي غيرنا ونحنا بعدنا عم نغلي من جوة بدنا نقل الزاكرة حتى نسامح حالنا وربنا يسمحنا حتى نقدر نسامح الآخر ونطبي الصفحة حتى نبدأ صفحة شديدة مية بالمية من بعد مية سنة الدكتور فؤد عم نعيد نحنا مئوية لبنان هلأ بهيدا بهيدا الوضع هلأ الحالي مثل اللي عم نعيشه اليوم يلي عم نسمعه للأسف وعم نقريع على مواقع التواصل وهز الشحن هلقدي قوي بشحن طائفة شحن عنصرة شحن مباري هل احنا جاهزين انو ننقل على الجمهورية الجديدة يلي حضرتك بكتابك حكي عنا على اساسها انا بدي فوت معك هلأ بالكتابة بس بدي كمان اقول شغلي انو جوستين هي اللي عرفتني على الصحفيات اتنين يلي كتبوا له كتابة ويلي هني كتبوا هالكتاب مش هيك طلع باللغة الفرنسية الكتاب والنشر بفرنسا على امل انو انا قدر كمل الكتاب تابعي اللي هي رح تكون سيرة زيتية باللغة العربية هالكتاب هيدا بيحكي عن الجمهورية التالتة بيحكي عن خبرتي بالحرب وشو استنتجت انا من هالوضع هيدا تحتى نوصل انو نعطي لولادنا بلد يقدروا يعيشوا فيه مع شركة اقوم بالوطن بكل حرية بكل امان بكل كرامة ومساوات هولهن الاربع مبادئ يلي انا بنيت عليهم اذا بديك الطرح طبعي يلي يلي كتبتوا بالكتابة بالنسبة لها الموضوع هيدا ما في شك انو نحن طلقنا سنت التسعين رحنا شفنا الطرف الاخر وحكينا معه للطرف الاخر انو باخرة نهن ليش قتلنا بعدنا ليش دمرنا البلد هيك تباية وليش دمرنا هالبلد ما في شك انو هو كان عم بيقاتل وعم بيقاتل كرميل قضية مقتنع فيها وانا كمان وغيري كان كمان ذات الشيء بس دايما اتي طرف تالت كان بين اللبناني هيدا غير هيدا ازا بدك نحنا تركنا الطرف التالت للطرف الخارجي يفوت بأمونا هو اللي كان السبب ويلي صار هو اقوى مننا يعني صار باخرة النهار مصلحة الطرف الخارجي اهم من مصلحتي انا وصرت انا بدي نفز له مصالحه لها الطرف الخارجي بدل ما اكون عم بعمل شي يلي هو عم بيوصلني الى الشاطئ الشاطئ الامان تبعي انطلاقة من هون نحنا فكرنا انو لأ لازم نعمل اكيد التنقية الزاكرة بين بعضنا بالاول ونشوف ليش نحنا كمسيحيين قتلنا بعدنا خاصة سنة الامتسامية وتسعين يلي وصلتنا انو خسرنا الحرب يعني الصراع بين القوات وبين الجيش اللبناني خسرنا الحرب وفتنا نحنا بمرحلة مرحلة اجا السوري سيطر علينا فترة خمسة عشر سنة استغل ازا بدك الضعف يلي نحنا عملناه بايدنا بالداخل تقدر سيطر عكل لبنان وقت سقطت هالمنطقة هاي دي سقطت لبنان وسقطت الديمقراطية لبنان وسقطت الحرية باللبنان وانا برأيي اللبنان نبنى من مئة سنة على مبدأ اساسي اللي هو مبدأ الحرية انت لقى من هوني جينا فكرنا انو شو لازم نعمل عادنا سنة نحكي مع الطرف الاخر ونحنا يلي ايوامنا ويلي قتلنا ما عنا خوف من الطرف الاخر مثل غيرنا وهو ذات الشي لان احنا قتلنا بعضنا سنة نعرف بعضنا اكتر وخاصة واكتشفنا بعدين بعضنا انو لأ هو باي وبدو بلاده يعيشه وانا باي وعندي اربع وليده كمان يعيشوا في هالبلد هوني اذا بديك بلاش نفكر بطريقة مختلفة واتنينة كان عنا خبرة وهالخبرة هادي استعملنيها تم بلاش نفكر ونقول انو المشكلة الاساسية يلي نحنا من مئة سنة هي عم بتلحقنا هي الصراع السلطة بين الطوايف وهالصراع السلطة بين الطوايف هو يلي خلق انو عطلنا بعدنا عطلنا الدولة ووصلنا سنة الـ 1990 من بعد اتفاق الطايف وقت اجوا يعني وقت فاتوا السوريين واستلموا هون اجوا قالوا لنا يا عمي في عندكم خيار ابن اثنان يا بتفوتوا بحروب اهلية بين بعضكم يا بتعملوا انتو بتقصموا المحاصصة الجبنة بتقصوها كل واحد بتعمل كل واحد يلي بده عامل كل واحد يلي بده واخد يلي بده وسرق يلي بده ووظف يلي بده خسر الكل هلأ كل الشعب اللبناني خسرنا كل شيء اذا نحنا لأ نجي منقول في مقاربة جديدة لإيجاد حل بلبنان والعقد الشراكي جديد لازم يصير بلبنان لازم يصير بين كل اللبنانيين مبنى على مبدأ انو نحنا كلنا سوادنا نشبه البلد بحرية وامان وكرامة ومساوية هايدي مظبوط هايدي أوكي المبدأ هايدي من أولى نحنا نحنا يعني اللي عشنا الحرب القليمة للأسف انتصابية بعدي مرسي يلي بعتقد كل اللي عن جد كن بقلب الحرب ويلي خسر أشخاص وعرف شو الأزى طبع الحرب اللي تهجر وما بعتقد رب أولادهم على الحقد وعلى البغد بالعكس بيرفضوا رفضتين مثل ما بتقول حضرتك انو أولادهم أنا من الأشخاص كنت صلي يا رب ولادي ما يعيشوا أبدا يلي نحنا عشنا بس وصلوا لمرحلة اللي ملقينا انو ما في شي عم يمشي بتقولهم فلوا نحنا ما بنا أولادنا يفلوا شو بنا نعمل؟ تا أولادنا يضلوا ونقدر نربيهم ونقنعهم انو الوطن قبل الطايفة وقبل المذهب وقبل المنطقة وقبل كل شي نحنا بوطن اسمه لبنان هلقد صغير يعني بس معبد دنيا معبد دنيا وشاغل إذا شفنا كل دول العالم من أميركا لروسيا لأوروبا لإيران لصين كلهم بعدها هاي جبني ما بعرف نوعي كتير منيح بدو يكون على قد أولادنا جاهزين شبابنا هلأ برعب عيد السؤال دكتور أنه يروحوا على المواطنة على يمكن دولة مدنية بعد قد يمكن هيدا الحل الأنسب حتى نخلص من عقدة الطواقف والتوقيع الأول والثاني والثالث صحيح وبرهنوا الشباب 17-20 من سنتين وببداية الثورة أنه وصلوا لنضج أنا صراحة اتفاجأوني الشباب أنا عشت معهم على الأرض كل الوقت وكتير اتفاجأوا أنه يكون في شخص مثلي بخلفية سياسية وعسكرية يسترجي ينزل يقعد معهم ويتحمل كلام طبعهم. أنا كنت الوحيد من الجيل طبعي يلي عندي إذا بدك هالخلفية السياسية والعسكرية بأخرة نهار أنه يقدر قعد مع الشباب وينتقل من الخيمة لخيمة ويندعى من خيمة وينتقل من الخيمة يحكي ويعطي شهر أفكارهم بعد منا منظمة ومش فهمني كيف دنيا عملوها مشانيك أنا حولت بالكتاب أنه فرجة شوي دلهم على طريق اللي هني أنا برأيي لازم تنسلك عبر خبرتي والتجارب اللي ما رأيت فيها أنه شو برأيي كيف نطلع منها الصراع على السلطة كيف منزيل الخوف من الآخر بلبنان لحتى نقدر ننطلق لمحل آخر مشانيك أنا أنا طرحت عدة هيكي بني قلت رح لخي بس عن ثلاثة يلي هي أول وحدة هي حياد لبنان يلي نحنا من سنة 2007 هي ملشت فكرة قديمة بس أنا ولا مرة كنا بحياد كل عمرهم الكل الصراع على أرضنا إيه بس إيه بس وقت بياضي الصلح وقعد مع بشار الخوري وقت حكيه لشارق ولغرب هذا كان بيعني الحياد وإنما هذا ما تترجم بالفعل على الأرض ما تترجم اليوم نحنا بدنا نقدر نوصل للحياد حتى نحصن لبنان من كل التدخلات يلي صارت بي من الخارج ومننا بالخارج حتى ما بقى يكون في عنا ارتهان بولا طريقة من الطرق تاني شغلة يلي فكرنا فيها يلي فكرت فيها كمان هي وهي دي قصة الحياد هي اللي بتريح الداخل البط الوحج كمان يضل منقذ منها التاني الشغلة التانية لبنان وقت أردوه الأباء يلي أسسوا لبنان أنه يكون فكروا أنه يصير فيه أنه علاقة حب وغرام بين اللبنانيين برهنت أنه مش مظبوط الزواج ما كان زواج مبني على الحب وكان فيه أصلا نص الشعب اللبناني ضد فكرة نشوء لبنان بالأساس إذن امطلاقة من هنا وصلنا لمحل أنه لأ لازم نرجع نعمل زواج بلبنان يكون مبني على الفكر وعلى العقل وعلى زواج يكون مبني على مصالح مشتركة اقتصادية اجتماعية تربوية أخلقية إلى آخرية بشكل أنه يكون فيه تكامل بين اللبنانيين على الأرض يكون عندهم أنا عندي مصطحة بهالقضاء مع مصطحة تانية مع قضاء تاني بشغلة أخرى نقدر نبني بين بعضنا تركيبة يكون فيها تكامل على الأرض وبهالطريقة هاي دي منكون نحن خلقنا نوع من انصهار مبني على هالمصالح بين الناس وأنا برأيي هاي دي شغلة كتير مهمة مش لك نحن طرحنا النظام المناطقي يعني اللامركزية الإنمائية والإدارية الموسعة هاي دي طلب من 30-40 سنة مفروض أنه تكون موجودة بالطايف حكيوا عن المركزية الإدارية وضرورية جدا بيصير في لجان تنتخب بس برجع بيحطوا على رأسها لأي مقام يالي ما ممكن عملنا شيء نحن عم نقول لأ ينتخب وهن بيصوتوا على مسؤول وبيديروا المنطقة حسب ما الدولة المركزية بتعطيهم الإدراء أنه يديروا هالمناطق تبيتهم بشكل أنه يكون في عندهم الإدراء أنه يقدروا يهتموا بكل الشؤون يلي العليقة بالأمور الحياتية لهي هاي دي أصعب شيء وهي دي يعني اللي بتخلي الناس عن جد ينفروا بطريقة مش طبيعية وخاصة ما بقى فيه بولا دولة بالعالم خاصة أنه برهنة الدولة المركزية اللي معفنة باللبنان والفاشلة والحرامية باللبنان وكل واحد بيطلع مجلس وزراء بيقعد بيقاله للتاني أنت لأ أنا الطايفي طبيعيتي ما بتسمح أنت الطايفي أو الخيطة كان بالليل مشروع مش نيك بقينا بلا كهرب 30 سنة مش نيك معنا سيستام تحت نعالج النفايات إنه معقول بقى 30 سنة معنا طريقة تحت نعالج النفايات مكدسة على الطرقات نحن ستة مليون بس نحن مشارع بحيالنا بلد برة يعني ما بيصير اللي عم بيصير عنا لا ما في شكل بعدين ما بيصير إنه نحن بالحرب ما نقصنا بنزين وبترول ومزوت وإدوية وطحين إنه بالحرب ما صارت اليوم بدولة شايفي حالة قد الدني إنه يا لطيف شو عملوا بهالدولة معقول نصال إنه ما يقعد في أسبرين ما عود في أكسجين بمستشفية هلأ هيدا مش تدخل خارجي؟ لا مش بس ندخل خارجي أنا برأيي نحن كمان قلنا جزء كبير ما فيت وكرتلها قلنا جزء كبير من المسؤولية مش دائما نقول حق على الخارج لنهرب من الداخل ومن المسؤولية تهرب من المسؤولية ووصلنا لهون أول شي ما لازم بأن نتهرب نحن مسؤولين نقول وين مسؤولين وتاني شي ما نضلنا متكلين على الخارج إنه هو رح يجبنا الحل يخي الخارج منه فضيلنا وبعدين إذا رح يجي الخارج تهيد دخل تالي إليك الحل عنده مصلحته أكيد بالأول عنده مصلحته بالأول أكيد أكيد وشفنا يغن بورا انفجار أربعة آب يعني كل اللي ركضوا إجوا بدنا إعادة الأعمار وفي كتير لبنانية قادرين يعملوا إعادة أعمار ببروجيت كتير حل بس الكل اللي إلو مصلحة بما كان ما بها البور نحن عمرنا الخليج وعمرنا أفريقيا ما فينا نعمر شقفة بور ومطار وشوية بنيات نحن نحن شوي عنا هالعزة النفس أنه عن جد نحن بكل البلدين أطباء من أشهر الأطباء من أشهر المهندسين من أشهر المصممين يلي بتدخل خلينا نوصل كمان على هيدا الفكرة هلأ إفراغ البلد من أدمغته بكل المجالات شفنا كل فله يعني إن كان الأطباء إن كان نورسيت الكل دكتور نحن هلأ بمرحلة بناء لوطن جديد إن شاء الله ما تكون دموية إن شاء الله تقطع هيك بسلاسة نقدر ننقل لمرحلة جديدة ولكن هلأ رح نقدر نبني وطن جديد بغياب كل هالأشخاص اللي عن جد مهمين هالعناصر الأساسية لبناء الوطن المصارف الاقتصاد وينهم فينا نبني من دونهم كله بيبلش بالإرادة السياسية إذا بتجي السلطة بلبنان في عندها إرادة سياسية واضحة وعندها مشروع واضح كله بيرجع وكتير سهل أنه يرجع أنا مش خايف بالنهي دي أنا اللي زعجني بس إنه نحن علقنين مع بوطة مستلم هالبلد وملقطة بالمفاصل طبع البلد ما عم بيخلوا هالبلد يتنفس وما عم بيخلوا الناس يتنفس وما عم بيفكروا إلا كيف بدون يسبتوا حالهم بالسلطة تيضلهم موجودين بالسلطة إلى ما لا نهية هيدا اللي بيخوف بس أنا ما خايف عكل البيئة لأن بمجرد ما تجع تلتقى الإرادة السياسية وراء أي مشروع ما في خوف بيرجع بيركب لبنان أحسن من مكان بدنا إذا نتقم سياسي جديد مشان هيك الانتخابات القادمة كتير مهمة برأيك الانتخابات النايبية والانتخابات الرئاسة الجمهورية وانتخابات البلديات لازم يصيروا سنتجية هلأ بالمبدأ لازم يصيروا حتى الدول الغربية كلها عم بيطالبوا إنه هيدا الأساس المجلس النيابي للأسف أثبت إنه فشل زريع في هيدا المرحلة كان مستنظر منه كتير إشيء هلأ اليوم كمانا في عندك موضوع رفع الحصانات عن حتى يقدر القادمة بيتار يستجوب بقضية مرفق بيروت بعد اليوم ما فيش يا عيب الشوم عليون كيف بعد إلون عين خبرنا إنت اللي كنت على الأرض بأربع عقاب مع مؤسسة نورجي اللي حدرتك رئيسة أنا بحب أخد يعني مشاهداتك شو شفت تحت شو عم بيقولوا الناس أول شي بس إنه هيدا اليوم النواب إذا فيهم شوية زرت بعد عزة نفس وشوية أخلاق لازم يفتحوا المجال لأن هيدا قصة مقدسة ما لنا لا مسيحية ولا مسلمة هيدا مشكلة أخلاق وبقاء لبنان بقاء هالشي المميز بلبنان عم بيقتلوا هالحلم عم بيقتلوا ما باع عندنا لبنان أي أمل بيقلولك إذا انفجار مثل هيدا 200 قتيل وتدمر نص ما عم يقدروا يستجوبوا شخص ما عم بيقولوا إنه يحاكموا يستجوب بقط بس هيدا هالمنظومة كلها مجرما واحد يقشط منا واحد بس رح تكرر كلها سوا متى الدومينو مشان هيك إنه أنا حاسس إنه هلأ بهالمرحلة هيدا مهم نظلنا نحنا متكافلين نظلنا مكاملين بالضغط على هالنواب وعلى هالطبق السياسي في كتير نواب انسحبوا منا للورقة العريضة العريضة الشهيرة بقاء أنا برأي إذا بنحافظ على هالضغط على هالناس هيدولي حكما حكما بدون يوصلوا لمحل بدون ينجبروا يسمعوا للشعب وينفذوا إرادة الشعب وهلأ صرنا عم نسمع أكتر وأكتر ما رح سميه المسؤولين السياسيين اللي طلعوا على خير بنا نروح على المطعم نحنا قاعدين مزروبين ببيوتهم ما عم نسترجع نحط من خيرنا برة نعم هن اليوم قاعدين بحبس كبير لأن خايفين من شعبهم قاعدين مثل ببيوتهم وبيقضوا مع بادي جردية يتنقلوا ويتجولوا ما بيقدروا يروحوا هن بيعيشوا بشكل طبيعي لأن خايفين من شعبهم مسؤولين خايفين من شعبهم ما قالوا المحل على كراسيهم هيدا الشغلة خلا نكون خلا تكون كتير واضحة أولادنا بيقولوا أيام طب ملايكم مثلا تنقل وزير بدولة ما عمل غلطة صغيرة يعني مش أنه شيء أحد الوزيرات عبت بنزين من ببطاقة طبع الدولة طرد تستقيل يعني نحنا شو هالسيستام اللي راكب اللي بيخليهم يعملوا شو ما بدون لأن هيدا هو النظام يلي بيجي بيقول أنه ركبنا السلطة من هالمجموعات السياسية لحتى ما نوقع نحنا بالمحذور نمنع الصراع على السلطة خلا نحطه الصراع يصير بس بتكتل مصالح وتلاقي مصالح فقط والشعب ما فرقني معهم الشعب ليش مين منه عم يفكر معقولة باي بروح بيقول أنه بنتي ماتت لأنه ملقيت لها باندول مثلا بالفرماشية لأنه ما قدرت نزلها الحرارة وبيضلوا قاعدة على كرسة طوانتنا وزير الصحة لأنه كيف يعني هيدا أو الرئيس البزارة أو ما بعرف أي أو وزير الشؤون الأشغال وكذا تعوقوا تيشوفوا إذا بيستقلوا ما بيستقلوا بعد انفجار ريبور كيف هيدا الشعب غاضب دكتور فراد نعم الشعب غاضب جدا وفي خوف من غضب الشعب بنزلتي على الأرض بأربع أب نحنا بشغلنا بنورج كنا نشتغل كتير بمناطق اللي كانت متروكة بالأطراف وأصر الانفجار زلنا قاعدنا ببيروت من أول لحظة ساعدنا بتنظيف الشوارع والمدارس والمستشفيات تا يقدروا المدارس والمستشفيات يرجع يقلعوا بسرعة وساعدنا كتير نحنا بمدرسة بالجميزة والمستشفى مستشفى كمان ببيروت مستشفىين ببيروت وكان الهم تبعنا الأساسي أنه قد ما فينا نرجع نعطي أمل للناس ونرجع نساعد الناس مشانيك بأول مرحلة تنظيف الشوارع الحصص الغذائية مع الأدوية لأن فيكتين ناس كانوا عندهم أمراض مزمنة ما بقى إليهوا الأدوية وفيما بعد بلشنا نرمي بيوت بعد في كتير شوارع كمان كيف ما كان بعد في كتير شغل ما نعمل نحن رممنا ستين بيت مش أكتر يعني ورا بعضهم وساعدنا مستشفى الوردية ساعدنا شوي بالكارانتينة ساعدنا مدارس خاصا المدرسة بالجميزة حتى ترجع بسرعة ترجع تفتح بويبل التميز حتى ما يخسروا السنة الدراسية تبعيتهم وفيما بعد هاي دي الشغل يلي نحنا عملناه ببيروت على صعيد على صعيد الشغل بجربنا نعمله كمؤسسة يلي هو حقيقة كان شغل رائع بس بقضايا الترميم يمكن كان فيه على الأيلين يمكن شيف 151 عمشتوله على الأرض وهيدا الشي حقيقة وكلهم جيين ما بدون شي هاي ديكت فرحان دكتور فؤال بشفت هالشباب والصبايا من كل الطوائف ما رح نستسنى حدا من كل الأعمار بعتقد نسيه هيدا مين وهيدا مين صحيح وانا اكتشفت كتير انه صار فيه ردة فعل وتعاضد بين اللبنانيين هائل يجوا مثلا من الترابلوس مثلا يكنسوا الشوارع مع ابن الأشرفية او مع ابن جميزة ويجي من الجنوب ومن البقع وكانت مثلا اليوم اليوم جاي بلدية اكس مثلا من مدروين بعتت البوبكات وبعتت الجرافات ولكمية تتشيل الردم وكذا يعني بتحس انه كان فيه حقيقة لبنان يلي هو عم نحلم فيه اجل تقى كله سوا بمنطقات بها المنطقة المنكوبة هيدا وفيه شخص قال لي قال لي ليك تعرف شغلي شايفني انا كل يوم تحت وكذا وعم نسير المجموعات على الأرض وكذا قال لي ليك تعرف انت هيك بعرفك انا من زمان وكذا والأخير بدألك شغلي بكرا رح يجي كتير ناس بكرا سنت جاي في انتخابات كل الناس بدها تترشح عن نيابة وبدوا يعملوا وزراء ويعملوا كذا ويعملوا كذا تعرف لازم نعمل تاست لكل هالناس هيدولي بيجي بينطلي من أول شارع الجميزة لاخر شارع الجميزة يمشي لحاله اذا اطعب سلام ما اكل مسبت او اكل يعني الو حق يترشح برأيك رح يرجعوا نفس الطبقة نفس الاشخاص اذا ما توحدت المعارضة واشتغلت على برنامج موحد ورشحنا ليستة واحدة من مئة وثمانة وعشرين وحد كتير معقولة هالطبقة هيدا اللي اتمرست الي اليوم بسبب الفقر يلي موجود باللبنين تقدر ترجع تركز بعد اكتر يعني قبل كنا بعشرة دولار هلأ كنا بمية صرنا بعشرة يعني هيدا شي ممنهج يمكن افكار الشعب لا يخلي يقبل بيه يلا شي يرجع يرد نفس المنظومة بس مش هالقد الشعب يعني ما في شك انه في ناس كتير بحاجة بس ما في شك انه في هالغضب يلي انا برأي رح يترجم بكرة بسنديق الاقتراع على محل مهم يكون في مرشحين كفوئين يقدر ينزلوا ما هيدا بدي احكيه بش ينزل عشرة استيت للمعارضة هيدا بدي احكيه دكتر فؤاد هاللي بدي ينزل بمقابل هاللي موجودين يعني اللي عم ينزلوا ما في يكون اكيد مدني بير بدي يكون طبعا سياسة بمكان ما هلأ مش ضروري يكون تابع لحزب او لطيار او لأحد ولكن يكون فاهم بسياسة البلد بالنهاية نحن بلد مسياس مية بالمية ما فينا ننكر هيدا الموضوع وعننا للأسف سياسات تابعين للخارج يعني عندك اقسام بدنا نعرف بدي يكونوا عن جد اشخاص قدرين ما بيقولوا يدوزنوا كل شيء ويكون المنطلق طبعولون مش المحاصصة بالعكس المواطنة يعني حب الوطن وبناء لبنان لبنان الجديد يلي كرمي لولادهم هلأ احنا رح منروح شناكي انه انا حكيتك عن الحياد وعن نظم المناطق او المركزين اكيد ممكن يتطبق الحياد اكيد ممكن يتطبق وثالث شغلة يلي هي كندقلكيها كمان هي انه نوحد قانون الاحوال الشخصية دي يصيروا كل اللبنانيين ينداروا بقانون ونوحد مش كل واحد يرجع اكيد انا هيدا بعرف انه طلبوا فيه مثلا مثلا حزب الكاتب الميه بالالف تسعمية اربعة وخمسين طلبوا فيه هوكي لازم من وقته يمكن انه طلغى هيكي بتخلقي المواطن مش انه بصير لبنان يعني برحاله مواطن ببلد اسمه لبنان مش انا ماروني وانت سني وانا شيعي وانا كزا بدا هيدا من النفوس يعني نبدأ من ذاتنا من ذات الاب والام يالي بدون يربوا وليدون انه انت لبناني انت منك ماروني منك سني منك كاتوليكي شيعي شو ما كان انت ابن هالوطن وانت بيحقلك تكون على مساحة الوطن مش نرجع هنرجع هنشوف دكتور فؤاد للأسف خوف ناس يقطع من منطق لمنطق يرجع بينحقع بمنطق شرقية بمنطق هيدا الشي بيخوف لا هلا صار ابشع صار هلا يحكو بمذهبية مثلا بالالفة 2008 وقت صارت سبع ايار وصار في وصار في صدام على الارض بسبع ايار وفاته حزب الله اخده بيروت فيه شغلة صارت وقتها هي انه من قصمة المناطق سني شيعي وصار السني يخاف يمر عند الشيعي والشي يمر عند السني يعني صارت اذا بدك ابشع الامور منابل هو كانت مثل المسيح هلا صارت سني شيعي وشيعي درزي الاخر فهيدا هيدا اللي لازم نهدنا نتعز منه ونعرف كيف بدنا نتخطيه وشفنا هلا مؤخرا بين الاحداث خلدي واحداث اللي صارت بجنون بعد اطلاق الصواريخ بشوية بجنوب وبعدين الهجوم اللي صار على البترك هل هل هتتعد اذا بدك هل نعم ملك انه في ناس اليوم ما عم يفكروا مظبوط عم بيستعدوا ثلاثة رباعة اللبنانية هيك عباليش وانا برأي هيدا شغلة كتير خطرة وبذات الوقت هيدا بتدل انه في بمكان ما تغيير حصل بالنفوس وبذات الوقت عم نحس انه في ناس بعدها ملقطة ومكبشي بالماضي نحنا بدنا نحكي مستقبل ما بدنا نحكي ماضي بدنا مستقبل مشرك انه يكونوا ولادنا يقدروا يعيشوا ببلد بسلام يقدروا يأسسوا لمستقبلون يقدروا يفكروا يجيبوا عائلة هلأ يفكروا كيف بدون يفلوا على اي بلد وهيدا الشي اللي طبعا ما بدنا ييه بالمرة برأيك هل ممكن ان تطبق مطالب الدول يقدر نرجع بمساعدة البنك الدولي شوي نرجع على على مقومات لحياة العديدة هيدا الحل للأسف نحنا ارتمينا بأحضان بأحضان الأمم المتحدة بالوقت الحاضر بس في شغلي أكيدة انه هيدا بتطلب إيرادة سياسية يلي أنا بششايفها بعدها موجودة انه بششايف انه من بعد سنة من بعد انفجار بعد نبل حكومي انه هيدا ما بتركب بالراس يعني انه يكون في ناس هالقد مسؤولين ومنوا نحسين بواجع الناس هلأ اللي رح يصير من قبل هالدول هيدا انه يخلقوا من هكي او جهاز او او شي معين تابع للأمم المتحدة تحتى يرعى المبالي اللي رح تجي هلأ على لبنان ويعرفوا يوجهوها بمشكل مباشر الى المستفيدين على الارض يعني ينكر مدارس مستشفيات الاخير الناس الاخيري مباشرة من دون ما يمروا بهالدولة يلي ما عندن ولا اي ساقة فين لهن ولا نحن على امل انه نقدر نبني هالجمهورية الجديدة على هالمرة سوابت تعيش مئة سنة بسلام لانه نحن بحاجة للسلام حتى حتى عن جد نضل نحب لبنان بالرغم من كل شي بعده لبنان نعم سوريا في خمس جيوس جيوش اليوم محتلة سوريا نعم الاردن قصم نعم الفلسطينيين عندن كتير مشاكل وشفنا فيهم لبنان بالرغم من كل شي بعده متل ما هو نشالله 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 بيانك حابين كتير بدي وجهة رسالة أخيرة للمسيحيين بلبنان نعم أنتو عنكن دور اليوم تاريخي متما كين من قبل 1920 وقت خلق لبنان الكبير هن الجامع بين كل الطوايا أنتو الجامع بين كل الطوايا على 1611 قرية بلبنان ما في تقريبا ولا قرية مختلطة سنية شعية أو درزية سنية أو درزية شعية أنتو أكتر شي مسؤولين أنتو بتعيشوا مع الكل ومسؤولين ترجعوا تلحموا هالبلد وما تخافوا نحن قدمين على جمهورية الثالثة رح تكون آمين يا رب متما بدنا إيها شكراً لك وإن شالله يا رب هاي دي إيها تكون السيبتة لمئة السنين يلي لأي دي مشاهدينا أبريك ونكمل معكم